موسيقى 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 ما تتخذش بناء على دراسات وعلى أشنا هو هاد القرار اللي غير ناخده أشنا هم العواقب دياله أشنا هم النتائج دياله الإيجابية والسلبية على القصير على المدى القصير على المدى البعيد هاد المسائل الآن وضحص بعد ما تتخذش بهالطريقة هاتي وبالتالي أن هاد العملية كان فيها واحد النوع من تدبدوب ولعبات نفسية ديال هاد التاجر لا يعقل واحد ناس نسدع ليهم ثلاث شهور ربعا شهور وعيشي الأزمات الحقيقية لأن اليوم منكونوش عنا نتنقولو الناس رباركة مرساحة الناس باركة وهي عايشة أزماء وتتخمم كيفاش غد تحل وتحل المشاكل دياله غنعطي جوجة أمثلة بسيطة باش من منكترش فاسميتو وهي تنقيصها على مجموعة ديال ديال الأمور تنعطي صناعة تقليدية التجار ديال المواد ديال صناعة تقليدية ومشي الملابس ديال صناعة تقليدية الملابس التقليدية هاد الناس يتكلمو العام كامل على ثمانين في المئة ديال الراوج دياله متيتحقق في الفطرة ديال شهر شعباد وشهر رمضان يعني ثمانين في المئة عشرين في المئة اللي تسبق الراوج ديال هاتي يكون في الفطرة ديال العيد الأضحى ذكرى الموليد النبوي وما تبقى مع المغاربة المقيمة بالخارج في الفطرة ديال الصيف اليوم ما كانش رمضان سدينا عليهون في رمضان ما غاديش يخدمو في الفترة ديال العيد الكبير وعيد الموليد لأن كل شي الجميع موظف تاجيك في القدرة الشرائية للمواطنين دائلا وكل العصى الصيف ما كينيش لما غريب الموقع من الخارج إذن اليوم إحنا هذي الناس عندهم أزمات وغادي يعيشوا الأزمة ديال واحد سنة تعيم نمشو القطاع آخر ديال أحديو الملابس كيني الناس اللي بالفعل أنهم ممويلين لهذه المحلة التجارية تعطيوك الأحديات والملابس ديال الشتاء والخريف على أساس متجر الفترة ديال الصيف تتحسبوا معك على واحد لاباقسي تعطيوك ثاني الملابس ديال الصيف على أساس أنه العملية الحسابة الحقيقية المحاسبة مع بعضيتهم تتكون في الأخار ديال الصيف اليوم السيد ما بعش الحويش ديال الشتاء غانجين قولوا لي حل في الصيف شكل اللي غادي فورني هو بقي ما خلش القديم هذك اللي غادي فورني فينا وباش غادي فورني لو ما عندوش الإمكانيات إذن هاش ندرنا واحد الخالات هذا غنقصه عليه في الزاب ديال الأمور أخرى بالنسبة للناس الحلقة بالنسبة للناس لي في الحمامات بالنسبة لواحد من جموعة ديال الحويش باش نندويه ونكونوا صراحة صراحة في واحد الحويش لأنه غنعطي واحد لمساء البسيط باش نعطيك الارتجالية وناخد مدينة ستضل بيضا أنا جيز عند مواليين ديال سيارة الأجر لهم ثلاثة الناس اللي غاديروه قس كدير التباعد ودير الاحتراز ودير هذا مونتاكسي بارك نهار كله شفين غادي القاعد ثلاثة لأنني مدير أنا الحرج الصحي شكولي باقي غاديها بطل المدينة ولا غاديها بطل إطلاع الشيحي ما ولا فينا الزيارة العائلية ولا فينا والتسوق إذن ما كيش واحد الراوج اللي غادي يزعل ذاك مونتاكسي تدوك ثلاثة يلقاه في حين أنا ذاك مونتاكسي بارك تدوك ثلاثة يجمعون تدوك ثلاثة تراموهم دي السوق شارج تدوك ثلاثة طوبيس عمر وانتقلت لي الطاقة الاستيعابية ديال النقل الحضري غا تكون بسيكون بورسوغ غا يكون في التباعد لأن هناك لواحد النوع من تأتيجا ليا هذاك لهو قطع خاص خانقه وهذاك له قطع شبع عمومي طالقه هنا تتبع باقي نيش واحد النوع ديالالقرارات اللي تتخذ بواحد بواحد الحكمة بواحد التبصر واللي بالفعل أن هالتسبيل اللي نرى هذيك العلاقة ما بين ما بين جوش العطراف ما بين المسؤول وما بين أسميته لأن الطرف الآخر عبر على وطنيته قلت لي بركة الفضار كبرك في داره قلت لي ديال تباعد دار التباعد قلت واحد مجموعة ديالالأمور قلت لي ليدارة معك ونجح معك واحد المرحلة اليوم جاءت المرحلة تساعدوا أنت في النجاح وهنا قلت لي التدابي ليدارة الحكومة تنجي وتلقى اللجنة ديالاليا قادة أخذت واحد مجموعة ديالالقارارات تنزيل ديالها عرّع على واحد مجموعة ديالالأمور لأن ما تنجي اليوم تلقوا الناس يطلبوا التعويض ديالالأس واللي بجول الرامد رابوا لينف تسعة ودو تسعين فلمية الله وعلم فصل شي حاجة ديال المغربة ما عندهم وهذه مسألة خطيرة أن اليوم هذك شي تنشوف مع الإحصائية التي تسعطيني المندوية ديالالتخطيط معاه الهدرية تندوي هنا ركين علامات استيفام خصنا نعود نعود الورق ديالنا باش نشوف بالفعل هذك شي فين غادي تنجي والله سنساس هذك شي تخلع يعني بتي بلي أنا قاع المؤسسس تخدم بالنوار غامشي مثلا أنا أخذ واحد المسألة التي خلقت رجلتها اليوم هي المدارس للتعليم الخصوصي لكن خطأ هنا مرتاكبة وزارة التعليم في حداتها لأن وزارة التعليم من تجي تقول تعليم الخصوصي وش مصنف لي التعليم الخصوصي شكونا هم المدارس الكبرى شكونا مدارس صغرى شكونا مدارس صغرى ونفروض علي اليوم جموعة الحويج ومدار التعليم عن بعد وتنخلص المعلمين وعندي الشيخ وراء تواقفين وتنخلص السنسات وعنش لا يستفدون هذا يستفد ولكن لدي خمسة القطارات وليس قرر عنده دماغ وليس 800 دلم وليس 1000 وليس 7000 دلم وليس يتخلص العام وكل يتخلص كامل ديال بقيماغ ولا ديال هذا وهدوك أي ولكن هدوك سنبركو ما رجعنا لواحد مش نعرف أنا إحصائيات أنا بغيت العرف شهر من مدرسة عندي صغرى بهذا المسائل شهر عندي مدرسة متوسطة هذا الإحصاص يكون عند الوزارة في حد داسها إذا ما يمكن شي ينجي نعم وهنا تتبان الارتجالية في واحد المجموعة ديال الأمور إذن تلجي النقل السياحي النقل السياحي أول القطاع تضرار ودقنا قص الخطر ودى الأول وقفة احتجاجية كانت في الأوائل ديال شهر في إبراير لأن هذا مجموعة للحجوز تتحييط وربما أن الموقع الإلكتروني للإنفاس رأى واكب واحد المجموعة التجار اللي بالفعل ستوردوا البضائع ديالهم من الصين رف ديسمبر بدأت عندهم المشكل مباشرة ما بين الصين تأثر هما إذن نعم كانت الاستباقية في المجال الحفظ الصحة ولكن لماذا كانت الاستباقية في المجال الاقتصادي قرار اتخذوا رائعين بذيان تنجي تنقول بأن نأجل أداء القروض سنجي الأبناك المنتوج الأكسيجين ولكن هل الأبناك نخلطها بوطنية ونأجل مهنية لأن مسألة لا يوجد علاقة بالأرباح علاقة بإنقاذ الاقتصاد الوطني وش بالفعل هذ الأبناك نخلطه بوطنية هذا هو لنا في لدينا السؤال ونجي لواحد المسألة الأساسية هو مطلب من المطالب يطلب هالتحاد لعم مقاول الميان وطلب ها هو خلق بانك عمومي خصنا اليوم بانك عمومي بانك بالفعل أنه يواكب المقاولة الصغرى والجهة الصغرى والمتوسطة اليوم رحنا ندعو على 95% من ناسيج المقاولة المغربي وسط هذا الناسيج المقاولة 95% روح 30-40 فيما القطاع الغير مهيكل اليوم لما كناش كدولة قدين أننا نبركو الأرض ولكن لا نبقوش نخطط انطلاقا من الأسواق الأسبوعية من القصاريات من الفراشة من 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 باش نعرف الواقع المغربي كيف الشيعيش ونحافظ على القسيصات هنا نبني القسيصات الوطنية الحقيقي راه الناس اليوم كين إشكال راه المغاربة شهال هذي التجار المهني والحرف انت غويت التغطية الصحية اليوم راه 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 قلنا قلنا اليوم البوتيزاسيون دي الخمسمية الدلم شدور يوصهم قلنا ما باغينها اشقاعنا بقى ما تخشي دي خمسالاف ومئسين وخمسال وستثمائة دلم اعطني التسعة ما تاخدش ما باغين الى التغطية صحية الوالو فالوقت اللي كانوا كل شي سينادي بها إذا نحنا جينا فترة اللي بالفعل انه ركاين أزمة حقيقية وهذا كورونا خلتنا نعرف الواقع دي الاقسيصات دينا المغربي وخص الجلوس الارض الحوار باش لقوا حلول المنطق يوم عقول